وشكرا للاستاذ الدكتور محمود محيد الدين وشكرا للاستاذ الدكتور عبدالهادي القصبي اللي احنا فاخونا ان هو يكون ابن جامعة الطنطة ده جزء من نتاج جامعة الطنطة ودل بقتي ننتقل للجلسة التالية بإذن الله كوفيد وصياسات الاقتصادية الاستاذ الدكتور عادل رئيسي من الجلسة والاستاذ الدكتور مبين تريح استاذ الدكتور هاني شامي والدكتور عادل الحواري بفضل الدكتور عادل القدي استاذناك كبير استاذ الفاتر شكرا دكتور وسامة في البداية شكر الاستاذة الاستاذة شرفه المؤتمر في الجلسة الاولى طبعا نخص اكتازنا رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة استاذ دكتور رفاع شكرا شكرا الموصول لجميع الاخوة والزمراء المؤتمر والحقيقة انه الجلسة التانية في المؤتمر دي جلسة بعنوان كورونا والسياسات الاقتصادية ويحضرنا وايضا يحضرنا الاستاذ دكتور واستاذ الاقتصاد في جامعة الطنطة والاستاذ يعني كلية التجارة تجارة جامعة الطنطة يعني شكر موصول ايضا استاذ دكتور محمود 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 الدين على العرض الوافي لجائحة كورونا والحقيقة يعني غطى كل الموضوعات ويعني ارتباطا بالواقع العالمي والمحلي شكرا على هذا العرض الاشياء كورونا بطبيعة الحال كفيروس ارتبط او له تأثير اثر وسيؤثر على التجارة الدولية على النظام الاقتصادي العالمي على مكوناته على النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة على البطالة على الفقر على الاستثمارات الدولية على الصحة على النظام الأساسية على الانتاج على اشياء كثيرة اوي الجلسة الحالية تقتصر على ثلاث موضوعات الموضوع الاول عاد حضرنا فيه في حدود من عشر الاثناشر دقيقة لأستاذ الدكتورة نوفين تريح عن طاقة فيروس كورونا والعولمة والأثر على انتقالات السلع والخدمات والاستثمارات والعمالة وأيضا الأثر على الجي بي سي الجلوبال فاليو تشين وحيحضرنا برضو في عشر دقائر سيد الدكتور هاني الشامي في علاقة كورونا بالسياسات النقدية وأخيرا سيد الدكتور عادل الحراني عن الكورونا والسياسات المالية فلتتفضل الدكتورة نيفين في عرض الموضوع دكتورة مساء الخير على جميع اللي موجودين معنا طبعا شكرا سيد الدكتور مكدي سابع رئيس الجامعة ومعالي الأستاذة لكاتها النواب الجامعة طنطا شكرا طبعا خاص جدا لي أستاذ دكتور محمود وحيدين على العرض الجميل صراحة الممتع اللي فعلا نغطى كل الموضوعات حقيقة اللي يمكن المؤتمر بتكلم فيها النهاردة جزيل الشكر لي أستاذ الدكتور عادل مهدي رئيس المجلسة ودكتور أسامة بدر مكرر المؤتمر وجميع الأساذة الأفاضل اللي خاضرين معانا والموجودين واللي يعني مساهمين في تنظيم المؤتمر الشكر ليهم جميعا أنا هشاير المخادرة شايف هي ظهر الحقيقة طبعا يعني يمكن أكتر حاجة بتميز الجائحة كورونا يعني طبعا ميزة سلبية مش إيجابية إن التوقعات فيها ضعيفة جدا ما حدش فينا يقدر يتوقع الاقتصاد رايح على فين يعني هل نتشائم زيادة عن النزوم ولا نقع فائل ولا نقع في مقصف الطريق فالحالة ما بنقول العولمة وجائحة كورونا طبعا الموضوع كبير جدا ولا يمكن نحن نغطيه في محاضرة أو حتى في مؤتمر لكن نقدر نقول إنه هي محاولة لإستخلاص بعض الأفقار محاولة لإستخلاص محاولة لإستخلاص التحديات اللي هيفرد علينا أو هتفرد علينا هذه الجائحة على مصار العولمة وإزاي نقدر إن إحنا ننتهز بعض الفرص من من هذه الجائحة طبعا يعني أكيد كلنا بنعلم إن إحنا بنعيش في إطار طبعا عولمة شديدة جدا ودى شبكة ومدرمية وحطاف في جميع المجالات تبادل يعني هائل جدا للتجارة في مجال السلع في مجال الخدمات رأس المال الدولي تضفق طبعا عبر الحدود انتشار سريع جدا للتكنولوجيا والمعلومات يمكن ده خلى إنه الاقتصاد العالمي بقدر تشبكه بقدر سرعة استجابته لأي صدبات وده خلى الاقتصاد العالمي ضعيف المناعة أمام انتشار أي أزمات بس إحنا الأول ما كانش يخطر على بالنا إنه ممكن يكون فيه أزمة صحية أو جائحة صحية ممكن إنها تؤثر بالشكل ده على الاقتصاد العالمي دايما تركزنا على الأزمات المالية الأزمات التجارية وكنا دايما نقول أن الاقتصاد العالمي ضعيف الاستجابة أو يعني سريع العدوى لانتشار تدعيات هذه الأزمات النهاردة إحنا بنقف أمام آآ فيروس بنقف أمام جائحة آآ بنقف آآ طبعاً يعني مرض شديد أو فيروس شديد آآ في نفس الوقت العولبة ساعدت على انتشاره يعني يمكن نقول إنه هو في حد ذاته لو كان الدنيا مقفولة لكن مكانش انتشار بشكل ده فهو نقدر نقول يعني أثر وتأثر بيئة العودة بالتأكيد ومما نشك فيه أن هذه الجائحة أكيد عملت وهتعمل تغيرات في مستقبل التلمية العالمية أكيد هيكل التبادلات التجارية والسلعية والخدمية أكيد هيأهدها بدليل أنه من ساعة ما ده حصل طبعاً العالم كله فرض حواجز جديدة جداً حصر للسفر سلاسل التوريد حصل لها نوع من الشلل المجنقاف كيود كبيرة جداً على التصدير على الاستيراد فبالتأكيد يعني إن لم يكن الفيروس أو هذه الجائحة يعني هتقضي على العولمة وطبعاً ده كلام يعني أنا مش موفق عليه إنه الجائحة هتقضي على العولمة هتقضي للعولمة لا أكيد ده مش هيحصل لكن بالتأكيد هيها هتخلق مصار جديد أو نموذج جديد للعولمة فهنا الحقيقة بجموعة من التساؤلات يعني بتفرد نفسها مصار العولمة إزاي هيتغير بعد أو في إطار الذي هل نرى نسخة جديدة من العولمة مختلفة عن اللي احنا شاهدناها طوال العقود السابقة خاصة إنه طبعاً يعني سنة عشرين عشرين أكيد هي سنة هتشهد نقاط ملخفدة جداً لمعظم المؤشرات الاقتصادية والمالية وطبعاً يعني أستاذ الدكتور معهور دي العرب دينا ومعظم المؤشرات المالية والاجتماعية والاقتصادية وقدي يشوف ده إنه حصل انخفاض في معظم هذه المقامس لكن السؤال مدى الانخفاض مدى الانحضار في هذه المؤشرات إلى متى سيستمر وإيه هي السرعة اللي ممكن يتعافى بها الاقتصاد وتتعافى بها هذه المؤشرات الأول قبل يعني أقول إزاي ممكن يكون بعض التحديات اللي هيفردها أو هتفرد هذه الجائحة على أبعاد العولمة يعني بشكل مبسط جداً هستعرض يعني بعض أو سؤال الاقتصاد العالمي في زل هذه الجائحة الحقيقة إنه طبعاً وفقاً 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 لكسير من المؤسسات التوقعات طبعاً أشارت إلى إنه ممكن يحصل انخفاض في حجم التجارة العالمية بنسبة من تلتاشر لتنم وتلاتين في المية يعني على فكرة دا يدل على إنه حتى المؤسسات الدولية غير قادرة على التوقع يعني حتى الصندوق النقد الدولي عمل يعني جامل جداً تلتاشر في المية لا دا متوقع بشكل أكثر تشاومي اتنم وتلاتين في المية حصل انخفاض في حجم التجارة فده يعني بيؤكد على إنه كل اللي احنا بنقوله دا توقعات ما فيش طبق حيات اه حصل بالفعل انخفاض وتراجع في اه حجم الصدرات الوردات وتوقع إنه يكون يقدي العشرة في المية في الصدرات الوردات في نهاية عام عشرين طبعاً الركود واضح في النشاط الاقتصادي صندوق النقد الدولي توقع إنه الاقتصاد العالمي ينكمش أو يتراجع بنسبة ثلاتة في المية وإنه ممكن يحصل اه معدل نمو صفر صفر في المية ما كانش بالسالب يعني في نهاية اه هذا العيد اه اه ايضاً موقع لي الاستثمارات الاستثمار الاجنبي المباشر إنه هو يعني خفض بنسبة كبيرة جداً قد تصل إلى تلاتين في المية وطبعاً أكثر القطاعات اه تدهوراً أكيد قطاع الطاقة كل طبعاً شركات القطاع الخدمات وشركات التنمان وصناعة السيارات يعني دي بعض الملامح البسيطة للاقتصاد العالمي وخاصةً فيما يتعلق بالتجارة في ظل هذه الجائحة طيب خلينا نقول ايه هي بعض الأليات المتوقعة لتأثير هذه الجائحة على العولمة طبعاً مصطلح العولمة هو مصطلح كبير جداً يعني العولمة لها أقعاد عديدة بعض تجاري وبعض مالي وبعض سياسي وبعض اجتماعي وبعض بيئي أيضاً فيعني النهاردة يمكن شوية التركيز أكتر على الأبعاد الاقتصادية للعولمة يعني هركز أكتر على البعض التجاري والبعض المالي للعولمة لو هتكلم على الجزء الخاص به النظام المالي وأسواق المال والمؤسسات التولية ويمكن برضو أستاذ دكتور محمول وخديم أشار في بعض المؤشرات المالية فالحقيقة إنه النظام المالي طبعاً متشابه بشكل كبير نتكلم على عولمة مالية يعني مترمية الأطراف النهارة فطبعاً أكيد إنه أكثر ما هيميز هذا النظام المالي هو عدم اليقين حالة عدم الاستقرار اللي ممكن تخول العولمة المالية إلى جائحة مالية بعد آليات التأثير المتوقعة إحنا كالاقتصاد دائماً بنتحدث عن آليات التأثير تحليل كل كلامنا هو تحليل للأثارة المتوقعة وآليات التأثير إزاي ده ممكن يحصل؟ وده ابتدى يبان بالفعل خلال الفترة السابقة طبعاً عدد كبير جداً من الجنوك بتتعرض لمخاطر إتمانية طبعاً نتيجة إنه أكيد حصل انخفاض في حام المعاملات المصرفية حالات الإغلاق وحالات الركود أدى طبعاً إلى ارتفاع نسبة الكروت المتعسرة في القطاع المصرفي خاصة للجهات التي بتعمل في مجال الخدمات والطيران والفنادق والسياحة وتجارة التجزئة أيضاً حصل إنه في أصغر أصول طبعاً مخاطر جداً حتى الأصول اللي هي المخاطر عالية جداً عانت من انخفاض الأصغر يعني بالنسبة في الابتصاديات الكبيرة والصغيرة الأسهم انخفضت بالنسبة تفوق 30% خاصة للشركات اللي هي تصنيفها للثمانية منخفض شواء طبعاً السيولة انخفض التركعت سوء الأسهم خسر يعني بنقول مش بلايين تريليون القولارات في القيمة ابتدى المستثمرين ممكن إنهما يطوروا على استثمارات آمنة يغربوا بيها من هذه الجائحة ابتدى بعض مديري السناديق إنهما يبيعوا الأوراق المالية الحكومية عشان يزودوا احتياطاتهم فده أدى إلى إنه السناديات الحكومية طبعاً أسعارها قفضت خاصة الهروب من لعبين كتير جداً في سوق المال ابتدوا إنهما يتجهوا إلى الفرص أو المراكز الاستثمارية غير المربحة فطبعاً كل ده أدى إلى ضعف الثقة في الأدوات المالية وأدى طبعاً إلى تراجع السيولة بشكل كبير بنجاز شديد لو هاجي أتكلم على التجاري في العولانة طبعاً ده واضح جداً إنه أكيد هاي في الجائحة هتعمل على تحجيم وبالفعل عملت على تحجيم العولامة دول كتير جداً بل كل الدول ابتدت إن هي تقفل خضدها بشكل كبير جداً ابتدت إنها تفرق كيود على تدفقات طبيعية للسلع للرقوص الأموال الاضطرابات اللي حصلت فيه سلاسل التوريد في خدمات الشحن والنقل كل ده وقف كتير جداً من الأنشطة أو أنشطة التجارة العالمية النهاردة نظامة التجارة العالمية طبعاً دائماً بتبدي قلقها وبتقول إنه طبعاً لازم يكون فيه نظام مارن في التجارة العالمية لمكافحة هذه الجانبات حتى يعني النظريات اللي كنا دائماً بنتكلم عنها في التجارة الدولية نظرية الميزة النسبية وكل دولة تتخصص فيما يعني في أفضل ما تستطيع إنتاجه وتحصل على ما تريده بسعر أفضل من دول أخرى طبعاً النهاردة ده كله بيقع ده كله يروح بينهار التخصص التجزئة كل ده النهاردة طبعاً يعني بتقضي عليه أو بتقلل أهميته هذه الجائحة بشكل كبير طبعاً يمكن أكتر حاجة هتتأثر بيها المتجارة العالمية ممكن دي نقطة اللي أنا مركز عليها شوية اللي هي سلاسل التوريد سلاسل التوريد طبعاً هتتأثر وبالوة هتنهار يعني النهاردة ثبت إنه في ظل حالات الإغلاق اللي لجأت إليها كثير جداً من الدول في ظل تغطط سلاسل التوريد ابتدت الدول تعيد التفكير فيه طيب وبعدين يعني هل إحنا يعني إزاي مسلح حزر وقت نتجه النهاردة نتجه إيه المحلية نتجه إيه المحلية نتجه إيه المحلية هل يعني دي فترة مؤقتة وهتنتهي وهتظل سلاسل التوريد العالمية هترجع من جديد إنها تبارس عملها النهاردة أنا بقول 75% ده سيرفي يعني اتعمل من الشركات العالمية عندها خلل في سلاسل التوريد بسبب طبعاً قيود المقر وطبعاً الرقم ده متوقع أنه يزيد وحوالي 50% من الشركات عندها يعني نوع من القلق وعدم الأمان من إنه يحصل أي مفاجآت غير متوقعة في تأخير طربياتها أو تلقي طلبات لإنه فيه تعزين جداً نهاردة على المعلومات الخاصة بسلاسل التوريد الدنيا راحة إلى فين تغيرات قصيرة الأجل وطبعاً التغيرات قصيرة الأجل اللي موجودة النهاردة بسلاسل التوريد أكيد هتؤدي تحولات في المادة الطبع هذه التحولات ابتدت الدول تفكر فيها هل نتاجه إلى المحلية زي ما قلت بشوية هل نتاجه إلى الإكليمية فدي برضو دقطة هليكلم فيها بعين شوية البعد التالت سيمكن وأنا بعتبر ده نيزة بقى وفصة أكتر من إن التحدي الجانب التكنولوجي بالتأكيد طبعاً إنه من أهم أشكال العولمة النهاردة هي الرقمنة والتكنولوجيا طبعاً العولمة الرقمية هي الحقيقة هي إنعكاس للفتاح العالمي وفي نفس الوقت هي قدت إلى زيادة الروابط المالية والاقتصادية يمكن الميزة إنه هذه الجائحة يعني على قد ما تسببت إليه أو في الصدمة للاقتصاد العالمي إلا إنها عملت نوع من التحدي للتحول إلى العولمة الرقمية النهاردة لكل شركات مستهلكية حكومات بدليل إنه مؤتمر يعني عظيم زي المؤتمر اللي إحنا فيه النهاردة إحنا أقوم بتديره من خلال يعني المنصات الرقمية فالحقيقة يمكن الكورونا هتعمل نقطة تحول جديدة في هذا الجانب هي العولمة الرقمية وإن كان ده برضو هيعمل نوع من التحدي طيب بعد انتهاء هذه الجائحة إن شاء الله وإعادة فتح الحدود واستقناف التجارة أكيد أنه الناس هتبتدي خلاص تعودت أنها تعيش وتعمل في زل بزيد من الرقمنا طبعاً ده ممكن يؤدي إلى تهاوي الشركات غير قادرة على مواكبة هذا النوع من العولمة وعلى الجانب الآخر ممكن شركات ومؤسسات أضعف قادرة على المواكبة تنهض بالتأكيد إنه الشكل المنفس وإنه شكل التجارة وإنه شكل التبادل هيتغير بشكل في زل هذه العولمة الرقمية المتزايدة جداً في إطار جائحة بنقول طيب يعني الفرص اللي ممكن أوجدها يعني تعمل تحديات وممكن تغير من مصار العولمة وتعمل نموذة جديدة للعولمة فبالتأكيد ده خلّ العالم يفكر في الفرص اللي ممكن أنا أستفيد بيها من هذه الجائحة النهاردة إحنا بنقول ممكن قوي إنه يكون الأثر النهاردة أكبر من إحنا متوقعينه في المستقبل ممكن يكون الأثر أقل لكن في جميع الأحوال أكيد هيكون في تغيرات هيكلية في مصار العولمة نهاردة كل دولة بتحارب من أجل البقاء من أجل الدفاع النفس فأكيد ما فيش دولة هتقف تتفرق أكيد جميع الدول وجميع المؤسسات هتسعى إنها تاخد سياسات جديدة تستفيد بها من هذه إركائها لو هنقول مثلا في بجال التجارة العولمة التجارية وبالأخص سلاسل التوريد النهاردة بعض الشركات والمؤسسات ابتدت فعلا تقول سلاسل التوريد لابد إنها تنحني من العالمية إلى المحلية بدرجة ابتدى فيه النهاردة فكرة ثاني يطالب بيه الحماية التجارية حتى إن كانت مش بشكل كامل إنما لا لازم يكون نهاردة فيه قيود لازم يكون فيه نوع من الحماية لازم نأهل نفسنا كدول إنه إحنا نقلل اعتمادنا على الاستيراد لازم نحاول إن إحنا نوطن عديد من الصناعات والقطعات خاصة بقى الصناعات الطبية والشحن وغيرها وإن كانت بعض الخدمات والصناعات الحقيقة فيه صعوبة فيه توطنها لإنها مرتبطة بالخارج أكتر فدي برضو نقطة إحنا بنبود عليها على السيناريو إنه النهاردة فيه فرصة إن إحنا سلاسل التوريين نخليها محلية بدلا ما عالمية فيه سيناريو تاني بيرى إنه هذه الجائحة ممكن دخلك فرص إن إحنا نقلل التوجه للعالمية إلى الإكريمية نعيد هيكلة سلاسل التوريين يتم تقصير هذه السلاسل بحيث إنه تتحول من العالمية إلى الإكريمية طبعا ده معناها برضو إنه كل الأسواق المحلية لازم تأهل نفسها إنها تكون يعني بتعمل في إطار إكريمي وليس في إطار عالمي وفيه سيناريو طبعا تالت متفائل جدا بيرى إنه العولمة الاقتصادية هتتعافع بمجرد انتهاء هذه الفترة والأسواق المالية هتتعافع ولكن في جميع الأحوال الدرس اللي تعلمته هذه الدول هو إنه عدم يقين هو أقرب ممكن تقف أمام أي دولة أو أمام أي مؤسسات في أي دولة فبالتالي بالتأكيد أي دولة محتاجة إنها تؤهل نفسها محليا عشان خاطر تقلل الاعتماد على الخارج إحنا ما بيقولش ممكن نقول نوضع سلاسل التوريد لكن بتقول ممكن إنه ننوع سلاسل التوريد ننوع اعتمادنا على الخارج الفرصة برضو اللي ممكن نطلع بيها من هذه الجائحة هو إنه يجب على الحكومات في كل الدول إنها يكون لها دور أكبر من جهة يعني بشكل أكبر من المشاركة النقاش السياسي طبعا اكتبأ إن هو ظهر أهلوية في الوقت لازم الدول التتخذ إصلاحات أكبر في مجال مؤسساتها لازم يكون في حماية أكبر من الحكومات لمبادرات التحول الرقمي كل دا الحقيقة يعني هو مطلوح وهو فرص بتفرض علينا هذه الجائحة يعني من الآخر بنقول أن هذه الجائحة بتفرض نموسة جديد ومصار جديد للعولمة وليس إنهاء العولمة بل التحول إلى شكل جديد للعولمة وطبعا يظل لسه التفكير يعني كل اللي احنا بنقوله النهاردة دا وجهات نظر يظل لسه طبعا ما فيش حكم نهائي احنا مش عارفين برضو الناحية الاقتصادية رح على حد فين يظل دارتها بشكل جاي في النهاية بشكر كل الاساس الفاضر القامات الاقتصادية والقامات العالمية الكبيرة جدا اللي موجودين معنا وكل المشاركين وكل الحاضرين في شكرا لحظة شكرا شكرا العرض الشيط للتأثير والفرص والتحديات اللي بتحها جائحة كورونا على العالم وعلى الاقتصاد المصري شكرا جزيلا شكرا 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 بعض التساؤلات فيرجى من السادة المشاركين يعني الكتابة في الشات وفي نهاية الجلسة يمكن الإجابة برضو حابب بقول للأخوة الزملاء المشاركين جميعا يرجى اغلاق الميكروفون لأنه بيشار كتير على المتحدث فيرجاء التفاضل بإغلاق الميكروفون معنا الآن الأخ العزيز هاني شامي رئيس بسم الصاد في كلية التجارة جمع التنطة وسيحدثنا عن الجائحة كورونا وعلاقتها بالسياسات النقدية مع الأخذ في الاعتبار سيد الدكتور هاني وأيضا سيد الدكتور عادل الحراني قضية التريدوف الصانع السياسة النهاردة واقع فيها نفتح ولا نقفل نفتح ونحافظ على الاقتصاد ولا نقفل ونحافظ على الصحة هو تريدوف نرجو أن نخرج بتوصيات لصانع السياسة ماذا يفعل في هذا التنطة تفضل سيد دكتور هاني الشامي لعرض الوعق تفضل السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الدكتور عدل مهدي برحب بحضرتك ومنورنا ومشرفنا في مؤتمر جمع التنطة بداية بدي أوجه بالشكر لسيد أستاذ الدكتور مجد سابع رئيس الجامعة والسادة الأستاذ الدكتور نواب رئيس الجامعة وزديدي الفضل دكتور سامة بات على تنظيم هذا المؤتمر الذي نحتاج إليه الحقيقة في القترة دي بشكر كل السادة للمساهمين والمشاركين معنا في المؤتمر الحقيقة زي ما المحر بتاعنا بيتكلم عن السياسة الاقتصادية وزي ما حضراتكم عارفين إن إحنا عندنا السياسة الاقتصادية بتنقسم إلى شرقين أساسيين الشرق الأولاني أنا بكلم عن دور السياسة النقضية في مصر في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الحقيقة إن يعني من ساعد ظهور المشكلة أو الجائحة أو فيروس كورونا في مدينة ألف حالة حول العالم فالموضوع ويمكن أستاذنا الدكتور مجد سابع الحقيقة في بعض مدخلات وكان أستاذنا الدكتور كامال وكاشا بيسألوا عن علاقة الصحة بالاقتصاد فالحقيقة النقطة هنا مهمة جدا جدا فإذا كان عندي إصابات بالملايين وعندي خوف الناس إنها تروح شغلها كيف أتوقع إن يكون فيه إنتاجية وده طبعا أكيد مؤثر على حجم الجي دي بي أو بتاع العالم كله تأثر زي ما أستاذنا الدكتور محمود محيد وضح لأن الصحة والاقتصاد فيه تلازم رهيب بينهم فمع كثر عدد الإصابات وكثر الوفيات وخوف الناس من أنها تروح وخوف الناس من العمل يأثر في الإنتاجية ويأثر فيه الاقتصاد بشكل سلبي كبير جدا الحقيقة لأن ده موضوع في منطه الخطورة وكفاية قوي إن إحنا بنقول إن الدستور المصري الأخير بينص على نسبة معينة من جي دي بي أو من نتج المحلي الإجمالي تنفق على الصحة لأن إحنا مهما أنفقنا على الصحة ومهما وصلنا لـ 2% دلوقتي إحنا فيه شفنا دول بتنهار يعني ولنا في إنجلترا خير المثال اللي بتنفق على الانفاق الـ NHS أو التأمين الصحي هناك بينفق تقريبا 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي ممول من الحكومة والقطاع الخاص هناك المثال 2% ومع ذلك إنهارة إنجلترا وإنهارة أكبر الإقتصاديات اللي بتنفق على الصحة أمام هذا الوباء وهذه الجائحة الخطيرة فده يخلينا نقول إن موضوع كورونا مش موضوع بسيط ده مقبض بالصحة والصحة مسماعة بشكل غير مسبوق في الاقتصاد محدش ينكر ده لما حصل الكورونا وانتشرت بالشكل غير المظلوب ده إحنا شفنا نوع من الكساد لم نره أو يمكن إحنا ما نصر نهوش ونسمع عنه كلنا درسينه اللي هو الكساد العظيم الوباء ده أثر على حركة التجارة العالمية زي ما تفضلت أستاذتنا الفاضلة الدكتور نيفين وأثر في مفاهيم العولمة وأثر في النفط اللي وصلت أسعاره متأدني رهيب في أسعار النفط وقطاعات اقتصادية رهيبة تأثرت بهذا إحنا عايزين نشوف يعني ببساطة شديدة الدولة تعمل إيه إيه الإجراءات السياسة النقدية اللي الدولة تعملها وهل الإجراءات دي كفاية ولا مش كفاية عايزين نقول مصر الحقيقة ممثلة في البنك المركزي وهو بنك البنوك وما يسمى ببنك الدولة خد مجموعة من الإجراءات الرهيبة اللي تعكس أنا عايز أعمل بس يعني واشوف الاقتصاد تأثر إزاي والسياسة النقدية دي بتعمل إيه معاه يعني أبسط حاجة نقول لما نقول تخفيض سعر الفايد البنك المركزي لما قرر أنه يخفض سعر الفايد تلاتة في المية إحنا في أمام ركود اقتصادي بشع وزي ما أستاذنا بكتور محمود وضح إن إحنا نزل نزل 5.8 ويمكن أقل ده معناه إن إحنا محتاجين نعمل سياسة نقدية توسعية تحفز الاقتصاد وده الحقيقة من الإجراءات السليمة اللي خدها البنك المركزي في مصر إنه خفض سعر الفايد تلاتة في المية كإجراء استثنائي إحنا عايزين فكان ده شيء مهم جدا البنك المركزي عمل إجراء في مهم جدا جدا إنه هو عمل تأجيل كافة استحقاقات الإتمانية لمدة 6 شهور سواء كانت دي الأغراض استهلاكية أو قوط عقارية أو قوط شركات اللي هي السمول الاس ام اي اس اللي هي شركات صغيرة ومتنهية الصغر لمدة 6 شهور مع عدم تطبيق غرامات ودي كان إجراء ممتاز جدا جدا من ضمن زي ما بنقول احنا بنعمل مؤتمر إلكتروني والدنيا كلها ماشية إلكتروني زي ما انتم شايفين دلوقتي فمن ضمن ده إيه بقى كوميرس اتنشطت بشكل غير طبيعي دلوقتي بنشوف كل واحد بيشتري ايه بيشتري حاجات أونلاين بيعمل ايه بيعمل حاجات أونلاين فالأونلاين ده بحقيقة البنك المركز عمل إجراءات تسهل وسائل الدفع الإلكتروني ولغى رسوم العمولات المرتبطة بيه لأن من القطاعات التي استفادت استفادة بالغة من كوفيد ناينتين هي قطاع الإيه كوميرس أو الإجراء الأونلاين من حاجات من قطاعات القصصية جدا الحقيقة بالإيجاب وليس بالسأل وده كويس الحمد الجائحة عايز أقول أن الحكومة والسياسة النقدية شجعت جدا استخدام الاتم النهاردة حتى صرف المعاشات بقى بيتم على أيام صرف المرتبات بقى بيتم على أيام التوسع في عمليات السحب والإداع يعني خلي بالك أن بنقرأ كل يوم ضحايا وشهداء للكورونا من العاملين في البنوك البنك المركزي كان حريص جدا على المحافظة على صحة العاملين في البنوك وبدأ يهتم أن ده زي ما عندنا وربا بارة النافعة أن ننعش التعامل الإلكتروني في البنوك ودي نقطة مهمة جدا جدا بلحقيقة كنا نفتقدها أنا شايف أن إجراءات البنك المركزي ساعدت منها وشايف أنها من الأجزاء اللي حصلت من هذه الجائحة إتاحة التمويل اللي لازم لتمويل واستراد السلع الاستراتيجية محتاجين نستورد ومحتاجين سلع لاغينا عنها وزي ما شفنا السوق المصري لم يتأثر بالسلب بالعكس أي حد فينا بينزل سوبر ماركت بيلاقي السلع متوفرة والحكومة حريصة وكنوع من الإجراء النقدي هي تسهيل الاستراد وتوفير الاستراد عشان نقدر ندفع كمان مرتبات العاملين نقدر استورد السلع الاستراتيجية وانا مش شايف اللي حصل لنا تأثر على فكرة انا بقارن اللي حصل في مصر في اوروبا انا شفت في الميديا ازاي انجلترا وقال لي اصدقاء عايشين في انجلترا كانوا بيحقولي ازاي فيكيوز رهيبة على انه يدخل سوبر ماركت ويشتري وعظم دكتور اهاب معانا من امريكا لو اعتقد المشكلة دي موجودة الحمد لله من فضل ربنا احنا ده ما قبلناهوش او ما شفناهوش ونتعشم ان شاء الله ان احنا ما نشوفهوش تعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي البنك المركزي عمل قروض ومبادرات كموية عقاري مورجج حاجات زي كده ودعم قطاع السياحة وهنشوف دلوقتي كمان اهتمام بالغ بالقطاع السياحة لانه من القطاعات التي تأثرت وبشدة النهاردة الناس كانت منتظرة 25% يفتحوا الفنادق علشان يشجعوا السياحة الداخلية لما اصاب هذا القطاع من ضرر بالغ الحقيقة من السياسة النقدية وقفة جنبا الى جنب مع القطاع السياحي وبتحاول توفر حاجات وقروض وبأسعار ومقدمة مبادرات بأسعار فايدة قليلة زي ما بنشوف دلوقتي قطاع الفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي تضررت بشكل بالغ من جاعة كورونا السياسات النقدية بتحاول تحفز ده بتعملهم فترة سماح بتشجحهم لهم ياخدوا قروض وبإنترستري ما هواش عالي ده برضو تشجيع كويس جدا ووضوع جميل ومفيد للسياسة النقدية في الحد من تداعيات الكورونا البنك المرجازي اللي معانا كريدت كار يعرف القصة دي أو حتى لو بنتكلم عن الشركات في الأول هلاقي إن الشركات تعملهم برضو نوع من تأجيل السادات خلال ستة شهور علشانة يشجعوهم لتخطي هذه الأزمة والجائحة برضو بقول إن إحنا كلنا كناس بنتعامل بالكريدت كار جلنا ميسج وقالونا أنت ممكن تأجل السادات لمدة ستة شهور الحقيقة في فايدة ولكن لو أنت حتى ما دفعتش بيفتح لك الكار إن إنت عرف حضرك لو ما شددتش خلال فترة معانا الخمسة وعشرين يوم بعد نهاية الشهر بيتوقف الكار الحقيقة تنع وإده وقت أطول لمدة ستة شهور لحتى تلاتين سبتمبر لإنه واخدين الإجراءات دي من مارس اللي فات يعني فيه تحفيز للمديونيات أو تأجيل كمان السياسة النقدية في مصر أتاحت للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد أو بفايدة 8% وده يساعد هذه القطاعات على التعافي خصوصا أن إحنا بنتكلم في قطاعات تضررت ولازم نكون بنساعدها وبنقف جنبها كمان المورجيتش والتمويل العقاري بيحاول برضو السياسات النقدية إنها تساعد السياسة النقدية متمثلة في البنك المركزي كبنك البنوك حاول يحاول جاهدا إنه يساعد البنوك ويسهل الإجراءات بحيث إنه يبقى فيه نوع من الانسيابية تعامل داخل البنوك وما يحصلش مشكلة من الحاجات الجميلة اللي عملها البنك المركزي إنه ألغى القائمة السوداء للعملاء برضو ده نوع من اللي عليه دين أو اللي عليه كده بيشجعوا أو ما يبقاش فيه حظر في التعامل وبيبقى فيه نقطة سياسات النقدية تكون وقفة مع المستثمرين الجدين إذا كان فيه جدية في هذا السؤال هل السياسة النقدية دي كافية؟ هل ما تم من البنك المركزي هو شيء كافي؟ أنا شايف إن ده مش كفاية لإن إحنا خدنا إجراءات على إنها جائحة مش هتقعد كتير إحنا في مدة 6 شهور فات إبريل ومايو ويونيو وجزء من تارس من يوم ما خدنا الإجراء محتاجين إجراءات أكتر محتاجين تسهيلات للمديونيات محتاجين دعم للقطاعات المتضررة النهاردة لما بيفتحوا الفنادق ولما بيفتحوا النوادي وتشتغل من أول بكرة والمقاهي ده إجراء عارفين أنه مش مطلوب دلوقتي قوي لكن الناس دي هتعمل إيه؟ فيه عمالة بتشتغل فيه ناس بتاخد يوم بيوم مرتبها محتاجين سياسات النقدية أكثر تحفيزاً للقطاعات المتضررة من الجائحة أرجو أن أنا أكون في العجابة قدرت أن أنا أغطي الموضوع ده بشكر المنظمين على هذا وبشكر أستاذي أستاذ دكتور عادل مهدي لساعة تصدره ولرئاسته هذه الجلسة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً أستاذ دكتور هاني على العرض القيم لدور السياسة النادية في مواجهة جائحة كورونا ويعني شكراً أيضاً لأستاذ الدكتورة نيفين ترح على العرض القيم الخاص وبنعتذر الدكتور عادل ما يبدون لديه مشكلة في المشاركة في وقائع المؤتمر ويعني جاءني تساؤلات فحابب سؤال لساعة دكتورة نيفين وسؤال أيضاً لساعة دكتورة نيفين يعني يشمل سؤال أيضاً مدد سؤال أيضاً سؤال أيضاً يعني برأيك ما هو الشكل المتوقع للنظام الاقتصادي العالمي بآلياته ومنظماته وهل لديك أي تواجه لصانع السياسة في في حسن التغيرات لا نعرف أسمارات وأيضة المتوقعة في الأزمرات الدولية أزمرات المباشرة سيد دكتور هاني وفي اطار تحليلك للسياسات النقدية فهل لديك ايضا توجيها خاصا في مصر في كيفية ادارة السياسات النقدية لمواجهة جائحة كورونا تفضل الدكتور هاني فين اللي جاء على المداخل طبعا يعني يمكن الازمة دي من وجهة نظري انها بتعيد النظر مرة تانية في دور الدولة يعني لنا شايفاء انه قدرة النزام يعني الحقيقة انه يمكن الوضع ده هيوعيد النظر شوية اكتر على دور الدولة في المرحلة القادمة يعني النزام الرأس مالي الحقيقة البحث يمكن اثبت عدم قدرته بشكل كبير جدا على التعامل مع هذه الازمة يعني اللي انا شايفاء انه الحوكمة دور الحوكمة والمشارقة من كانب الحكومات والدول هتكون اكتر خلال الفترة القادمة اه خاصة كمان حتى انا زكرت ده في الورقة اللي نقشتها انه حتى اه فيه فكر او فيه اتجاه بيارى انه سلاسل التوريد اه ممكن كتير منها هيتجه نحو الحكومة خاصة لما نيجي نتكلم بقى على منتجات تبية وصيدلانية والامدادات التوبية الى اخره يعني كتير جدا من سلاسل التوريد ممكن تتاجه نحو الصفقات والتعامل مع الكطاع الحكومي فاللي انا شايفاه هنا انه ما بنقولش طبعا نهاية رأسمالية لأ النظام الرأسمالي طبعا آآ نظام رأسمالي طبعا هو النظام الاكسر قدرة في التعامل آآ في جميع يعني الاوقات الاقتصادية لكن في ظل الازمات زي ما حصل في ازمات بات واضحا انه الدولة يجب ان هي آآ يكون لها دور يعني اكبر خاصة فيما يتعلق زي ما قلت لحدتك بالدور المؤسسي دور الحوكمة ويمكن المشاركة المجتمعية آآ يجب ان هي يعني تزيد اكتر من كده المشاركة آآ بين الدول يمكن المؤسسات الدولية من متعددة الاطراف اثبتت انتام هذه الجائحة انها غير قادرة على الحل وغير قادرة على الاستجابة فهنا احنا بنقول انه آآ يجب احدث النظر ايضا فيما يتعلق به الدور دور المؤسسات العالمية متعددة الاطراف انا في نهاية الحديث الحقيقة ذكرت ان السياسات النقدية السياسات النقدية اللي خادها البنك المركزي او تبايتها مصر كانت على اساس ان هي بنتكلم في جائحة لفترة قصيرة محدش كان متوقع ان الفترة هتطول وبالتالي كان كل السياسات انها تنتهي بتلاتين سبتمبر انا شايف ان احنا محتاجين نستمر والدولة محتاجة تحفز القطاعات المتضررة والاكثر تضررا زي قطاع السياحة وقطاع النقل وقطاع الطيران حقيقة من قطاعات اللي تضررد بشكل بالغ جدا لازم يبقى فيه سياسات نقدية دعمة لها تساعدها في تطوير الأسطول بتاعها الأسطول بتاعها عفوا تساعدها في لو عليها اي مدينيات قطاعات المتضررة بعيدا وبحذر بقى الحقيقة وحضرتك استاذنا في هذا بحذر من الالتجاء لزيادة العرض النقدي كتعويض للضرر اللي موجود في الاقتصاد ده طبعا زي ما حضرك عارف يؤدي إلى مزيد من التضخم فأنا يعني الحقيقة شايف أن السياسة النقدية تكون سياسة راحة ناحية تحفيز أو تشجيع السياسات في القطاعات المتضررة دون اللجوء لطبع المزيد من النقود حتى لا نفاجأ بارتفاعات معضلات التضخم شكرا جزيلا أنا حضرك شكرا سيد دكتور هاني على التوضيح شكرا لسادة الحضور المشاركين في الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر شكرا لإخوة العزاء